هل يجوز استقدام من الهمل لتنظيم الأسرة؟ بارك الله فيك هل يجوز استقدام من الهمل لتنظيم الأسرة؟ لا بأس بارك الله فيك ما هو أهم أمر أو عبر نخذ من سيام رمضان؟ أقول فضل الله عز وجل ورحمة الله على الخلف وتقوى الله وظهار الحبودية وظهار الحب والمجادعة وإن الله عليهم الحكيم وفيه مصالح أظيمة دينية ودنوية وصحية واجتماعية وأخلاقية في فضائل واجتاب ولو لم يرد فيه إلا أن الله عز وجل يفتح في أقواب الجنة ويغلق في أقواب النار وصفة الشياطين ويقال يا باغي الخير أكبر وحزار الشر أكبر وفيه ليلة القدر الذي ينسي لديه القرآن خير من الشعر وفيه قيام المسلمين تراويح قيام الليل القلود والإدمان على الله وما يحصد بينهم من الغلفة بحضة والإكماع في مسايدهم ويحصدهم من الصارع الصائدين والعطف عن البقارة والمساكين في أممم في أممم نعم جزاك الله خيرا شيخنا الله يبارك فيكم على يحيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ورحمة الله وبركاته 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 and feeding the poor and indigent which is an amazing affair it's absolutely amazing وصلا الله وصلا على نبينا محمد